موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أنت تسأل وعمري خالد يجيب وسؤال من اليمن مش هقول اسمه الحقيقي علشان هو طلب كده لأن السؤال شائق شوية فحنقول أي اسم مراد من اليمن مراد باعت وبيقول كيف أبتعد عن فخ الإباحية ومشاهدة الأشياء اللي زي كده على الإنترنت وأنا عايز أقول لمراد وكل اللي بيسأل في مثل هذا السؤال أن أنت محتاج الأول تعمل حاجة اسمها سيلف كنترول تحكم في الذات بيقولوا في علم النفس أن أكثر الناس نجاحاً في الحياة اللي عندهم قدرة على التحكم في ذاتهم في الأشياء السيئة والتحكم في الذات هو مفتاح النجاح ومفتاح الحفاظ على النجاح فيش حد بيمجح في الدنيا ما عندوش قدرة على التحكم في الذات التحكم في الذات هو اللي خلى واحد زي محمد صلاح يفرق عن كتير من لعبة الكرة العرب اللي راحوا انجلطرة واحترفوا هناك لأن مواهبهم يمكن أعلى منه بكتير بس كان ناقصهم كلمة واحدة سيلف كنترول التحكم في الذات التحكم في الذات ربنا كلمنا عنه في القرآن اللي هو التقوى والتقوى جات 285 مرة في القرآن أكتر صفة جات في القرآن لأن التقوى هي اللي هتخليك توقف على رجليك في الدنيا وفي الأخرة تقوى الله يعني إيه؟ إنك تسيب لذة خاطئة في المدى القصير من أجل لذة أجمل وأكبر وأسعد في المدى البعيد ممكن تكون الجنة ممكن تكون النجاح في الحياة مفيش حد يسيب لذة في المدى القصير خاطئة من أجل لذة أبعد على فكرة ممكن تكون اللذة الأبعد ربنا يبعث لك زوجة تسعدك وانت باللي انت بتعمله دوا حرمت نفسك من رزق جميل إن جيلك زوجة تسعدك سعادة كبيرة مش انت ماشي في سكة غلط خلاص خليك تقوى الله عايز تقولها بالدين قول تقوى الله ورضى ربنا عن اللي بيتقوه وجوائز ربنا اللي يتقوه ومن يتق الله يجعله مخرجة ويرزقه من حيثه لا يحتسب ومن يتق الله يجعله من أمره يسرى هيسر لك أمرك عايز تشوفها مش بالدين عايز تشوفها بكلام الغرب سيلف كنترول التحكم في الزات بيقول مارتن سيليجمان مؤسس علم النفس الإيجابي التحكم في الزات هو المفتاح النجاح في كل الحياة وأن الناس اللي عندهم قدر على التحكم في الزات انتجيتهم أعلى بكتير من اللي معندهم مش قدر على التحكم في الزات على فكرة ده منطقي لأن اللي متحكم في ذاته مش فاضي يبص على موقع عباحي هنا وموقع عباحي هنا ده مركز عشان يوصل للهدب بتاعه إذا كان تعليم أو نجاح أو شركة أو فلوس انت عايز ايه؟ عايز لزة قصيرة وتخسر الجنة وتخسر تيسير ربنا وتخسر الفلوس وتخسر يجعل له يرزقه من حيث لا يحتسب انت عايز ايه؟ يبقى دي النقطة الفكرية طب وايه النقطة العملية؟ النقطة العملية اجغل نفسك يعني انت قلتلنا دلوقتي نقطة فكرية عن التقوى والتحكم بالذات بس طب اعمل ايه بقى؟ عايز حاجة عملية اجغل نفسك اجغل نفسك بمشروع اجغل نفسك انك تشتغل صبح وبعض الضهر اجغل نفسك بعمل خيري لو ما عندكش شغل اجغل نفسك بلعب الرياضة اجغل نفسك بذكر ربنا وقرأت القرآن اجغل نفسك بالمفيد وحط عينك على هدف بعيد المدى تتخلص من العادة السيئة في المدى القصير شكرا جدا والسلام عليكم ورحمة شكرا